بعد أشهر من الانتظار الانتخابات البلدية تدخل حيز التنفيذ مع بدء عمليات الاختراع في تسع بلديات هي وادي عتبة وبنتبي وزوارة وباطن الجبل والقلعة والرياينة ونالوت الحوامد وغدامس الناخبون البالغ عددهم نحو سبعين ألفا والموزعون على ثمانية وستين مركزا سيختارون مرشحهم لشغل مناصب عمداء البلديات من بين سبعة وخمسين مترشحا للفوز بتلك المناصب حصيلة المسجلة للناخبين في اللجنة الفرعية للمجلس البلدي لبلدية بنبيا هي تقارب للعشر آلاف ناخب تقريبا أو أقل شوية أو تقل عدد المراكز الانتخابية فيها خمستاشر مركزا في تقع فيهم 30 محطة انتخابية أيضا القوائم المتنافسة توجد ثلاث قوائم متنافسة وخمسة للمرأة وأربعة للإحتياجات الخاصة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وعلى اللسان رئيسها سالم بن تاهية أكدت أن مراكز الاقتراع فتحت في الوقت المحدد وأن الأمور تجري بشكل سلس نافية تسجيل أي تجاوزات في عمليات الاقتراع منذ فتح الصناديق حسب قوله اللجنة المركزية أشارت إلى أنها تضع كل إمكانياتها وجهودها لتسهيل عمليات الاقتراع والقيام بالواجب الانتخابي وأكيدة استعدادها لتلقي الملاحظات في أي مركز من مراكز الاقتراع من خلال أعضائها الموجودين هناك ورغم تفاوت الإقبال على مراكز الاقتراع بين الضعيف والمتوسط إلا أن الساعات المقبلة ربما تحدث مفاجآت فيما يتعلق بمستوى الإقبال من قبل المواطنين لاختيار مرشحهم في الانتخابات البلدية التي طال أمدها بعد انتهاء المدة القانونية للكثير من البلديات في البلاد ترجمة نانسي قنقر